قلينا في كاسر العرب ورؤيتك للفنية من خلال مباراة مصر ولبنان والفوز فقط 1-0 رغم يعني كان فيه سيطرة إلى حد ما سيطرة ميدانية حتى من خلال الأرقام فادي اللي يقرأ الأرقام من غير ما يقرأ أو يشوف الماتش يقول على الأقل النتيجة 4-5-0 يعني إيه اللي نقصنا عشان يعني نقدم كورة يعني نقدم عندنا لعبة كويسة جدا وعندنا مدرب عنده سي في أكتر من رائع الأجواء رائعة بتلعب في أستاذ على أعلى مستوى في جماهير موجودة انت شايف إيه اللي نقص عشان نقدم كورة حلوة في مدرستين أول حاجة أنا معجب جدا بـ 4-3-3 اللي بلعبها الراجل طريقة مناسبة لإمكانيات لعبتنا ولكن أنا مشكلتي مش في التطبيق على قدمها في توظيف اللعب توظيف اللعب توظيف اللعب نفسه يعني أفشف الحتة اللي بلعب فيها دلوقتي اللي هي نص بلعب ثالث وبيزيد بيقدم فيها مستوى بصراحة كويس جدا ولكن وجود محمد شريف على الجناح ما هواش أفضل حل زي ما كنا بنتكلم لأ ممكن شريف يدخل جوه ممكن يبقى فيه لعيب عنده حلول زي أحمد سيد زيزو زي أحمد رفعت زي عمر كبال عبد الواحد لعيب عندهم حلول من القايمة اللي موجودة مصطفى فاتحي طبعاً في وجوده يعمله حلول على الجنبين هو دايماً بيدور أن الوينج التاني اللي هو مش مصطفى فاتحي اللي هو ناحية التانية يقطع ويدخل لجوه يكون بيستلم العرضية ويكون مهاجم تاني جنب مروان حمدي يعني اللي هو ده الدور اللي هو عايز يعمله من محمد شريف محمد شريف مش مقادي الدور ده وكمان هو في نوع من سوق التوفيق الفترة دي قدام الجوة فبالتالي ممكن الحل أن محمد شريف أو مروان حمدي هم اللي يفضلوا في القلب زي ما هم وعمر كامال عبدالرحي ممكن لعبها بشكل هيل جداً أحمد رفعت عنده حلول فردية هيلة جداً ممكن يكونوا هم الحل الحل التاني أنك ترجع بقى باكتو بيزيكس محمد مجدي أفشا يلعب رقم عشرة 4-2-3-1 زي ما تلعبها عادي جداً وفي نفس الوقت محمد شريف قدامه كمهاجم وفي نفس الوقت عندك ونجي طبعاً بأدوار مختلف 4-3-3 أدوارها الهجومية طبعاً أقل بالنسبة لـ 4-2-3-1 فبالتالي تفرق كتير جداً أظن المنتخب لو كان لنا على السبعة الحارس المارمى بالأربعة لقدامه بالتلاتة بتنصف مالعب لا الوضع كويس جداً يعني أنت شايف يا فادي أن عندنا القصور شوية في مش في اللعيبة ولكن في تنظيم اللعيبة وفي البوزيشة متع اللعيبة في جزء التتل الأخير بالضبط جزء الهجومية ولو وصلنا على الأرقام ده أرقام فريق يجبوا لنا الأرقام طبعاً أرقام فريق مسيطرة على الكرة بشكل دائماً نتكلم في نسبة تحوال 66% عامل XG 2.1 بتخلق فرص فبالتالي المشكلة عندك في استغلال الفرص دي وأنك توصل للجول بشكل منظم أكتر برضو XG 2.1 أنا بقوف كمان عند رقم فادي بتتكلم يعني دائماً بشوف الأرقام حتى في الحالة الجميع بتتكلمها على العرضيات 28 عرضية لمنتخب مصر 28 والنتيجة هدف من ضرب الجزاء في الآخر صحيح مجهود فردي من أحمد فتوح مجهود هاي اللي أشكر عليه وقدر نوية ضربة الجزاء تتكلم على سبع تزديدات على المرمى يعتبر تزديد واحد رسل على المرمى في الآخر فبالتالي أنت بتوصل بتعمل المسيطر على كورتك صح ولكن ما تخلقش الفرص اللازمة إنك تيجب بجوهن فدي هتفضل دي المشكلة إلى أن يجد حل في التركيبة الهجومية بتاعته التلاتة لقدام يكونوا تركيبتهم إزاي وقدرهم عاملة إزاي وقفهم فلعب إزاي طيب النسبة للإستحواز كمان كانت عالية جدا ولكن كمان إحنا بنتكلم في بعض الفرق بتعمل إستحواز بشكل كبير جدا وبتطلع خسرانة مش ده الأساس لكن أنا بتكلم على النقطة أنا بتتكلم عليها أنت عاجبك 4-3-3 تطبيقها هايل طبق تطبيقها هايل لكن فيه شورتز يعني إحنا بنشوف مثلاً ليفر بول 4-3-3 مختلفة بشكل كبير جدا بيكون في كسافة عددية بشكل أكتر من رائع عندك توسيع اللعب بلغة المدربين توسيع اللعب كمان بتنتشر عرضي بشكل أكتر من رائع إيه اللي نقص عشان إحنا نعمل كده يعني طبعاً فرق إمكانيات اللعيبة لكن كمان قدراتنا وإنت خاصة مع احترامي طبعاً للمنتخب لبنان كنت تقدر تلعب مباراة أفضل من كده عصب طريقة 4-3-3-3 تطبيقها لفر بول الراجل اللي في النص المهاجم الرقم 9 اللي هو مش رقم 9 ذا كلاسيكي نتحدث عنه بروبيرتو فرميل أوديجو جوتو اللي هو الراجل اللي بيفضل مساحة بينزل بيزيزان في صناعة اللعب ده غايب عن منتخب مصر فممكن التطبيق هنا يختلف التطبيق برضو البرتغالي يعني لو تفتكر معايا جزوالدو فرريلا ما كان ماسك الزمالك 2016 نفس التطبيق ده تقريباً وينجر راجل بيالعب على الخط والوينجر التاني مهاجم تاني ومهاجم رقم 9 في النص هو التطبيق ده قريب ولكن هي برضو تظهر لمشكلة دور محمد شريف ودور مروان حد هي دي هتفضل دي المشكلة لحد ما يجد حل لها هتفضل عندنا مشكلة هجومية طبعاً زي ما بنتكلم ان هذه المباراة مباراة تحضرية آه يعني من حق تنتقد بشكل أو بآخر لكن لا نقص على يعني منتخبنا لان احنا في الفترة اللي جاي عندنا تحديات تحديات كبيرة جداً جداً نتكلم على كاس أمم تحديات كبيرة جداً نتكلم كمان على الأدوار النهائية للوصول لكاس العالم ده كمان فعايز أقولك كمان يا فادي آه بنانتقد لكن ما يتحولش النقد ده ان تبدأ تشكك في قدرات مدرب عنده سي بي أكتر من رائع لا هو طبعاً مدرب رائع مدرب برضو جاي عمل نقلة واضحة جداً في نتيجنا في تصفات كاس العالم وودانا الدور النهائي ده كان الهدف المطلوب منه والهدف المستمر يعني بالتأهل فبالتالي هي مباراة تحديات والراجل له كل الحق في التجربة لأن هذه الفرصة اللي هجرب فيها لأنه كاس الأمم مش عارف يجرب فيها وتفصيل كاس العالم طبعاً موضحياء أو موت يعني